قبل أن نتكلم على مباراة اليوم وإشتار فيها خلناك تعليقات سريعة من ضيوفنا على نتيجة المباراة هاني داود المباراة واضحة يتحملها بشكل كبير المدرب ليست حديث اليوم المدرب له أخطاء متتالية لكن جودة اللعيبة جودة اللعبين كانوا يقودون لنصر الانتصارات المدرب هو الوحيد أعتقد اللي ما يشاهد المشاكل الفنية في الخطوط الدفاعية النصر يمكن الفريق الوحيد اللي يشوفه في النصف الأعلى من الترتيب اللي ما في ثبات في التشكيلة في خط الدفاع الحراسة متغيرة رغم الظروف لكن المدرب بعد مرحلة التوقف أضيف للأخطاء اللي كان يعاني منها سوء أو انخفاض نقول انخفاض مستوى بروزوفيتش انخفاض مستوى وتافيو كشف النصر بشكل كبير طبعاً والاستغناء عن فوفانا كشف خط الدفاع النصراوي بشكل كبير نشاهد انه الآن مثلاً علي لجامي يأتيك من أكاس آسيا لاعب أساسي يرجع يصير دكة في النصر كل يوم يعني اليوم زي شاهدنا محمد افتيل محمد افتيل متى آخر مرة شاهدنا يلعب من أشهر نجد انه يستعين بها اليوم اذا بغينا نتكلم انبارات اليوم تحديداً اولاً بداية التشكيل الخاطئ من كاسترو مشاركة سامي النجعي وتافيو يعني فيه ازدواجية في المهام مع وجود أي منيحية الي كان ممكن يستطيع مساندة بوشل وعمل الزيادة العددية في المناطق الدفاعية واضح انه كان كارينيو دارس نادي النصر واضح الان اعتبر النصر اصبح كتاب مفتوح امام مدربي الدوري ما دام النصر عانى مع متذيل الترتيب اصبح كتاب مفتوح الان النصر اضغط عليه في منتصف ملعبة خلاص مسألة البناء تسبب ربكة تسبب اخطاء دفاعية الاهداف اللي حصلت اليوم نشاهد انه الكثافة العددية للهجوم الحزماوي ما كانت هي زيادة عددية الدفاع النصراوي كان اكثر عددا في كل هدف النصر دفاعيا اكثر لكن تشاهد فوضى دفاعية ووقوف اللاعبين كان سيء جدا طيب هذه الامور يعني اذا بنحملها نحملها كاسترو هذه في البداية هذه انا اشوف كاسترو هو عراب ضعف المستوى هاني ما تشوف ان النصر هو كريستيانو خلاص يعني بنت ان كريستيانو رونالدو يغيب النصر يتعادل مع الحزب لا مو بصحيح لا مو بصحيح انا اشوف كريستيان رونالدو ما كان لأي تأثير في المباراة انه حققنا اربع اهداف بعدم وجود كريستيان رونالدو انا اتفق معك اقول لك ممكن كريستيان رونالدو له اثر لانه الفريق والمدرب ناموا وهم كريستيان رونالدو اساسي صحيوا كريستيانو برا التشكيلة فتتحمل جزء لجنة الانضباط مسألة التأخير في اصدار القرار بعد انتهاء الحصة التدريبية ويعرف كل من يعمل في المجال الرياضي يعرف ان الحصة النهائية والحصة الاساسية لها اثر ومتأكد انه مليون في المية كريستيان رونالدو كان اساسي في الحصة النهائية يتفاجعون انه خارج هذا الجزء من المشاكل طيب طيب ماشي ماشي انا خنمشي معك في النقطة طبعا انا اشك ان المسألة انه تبلغوا الساعة 12 او واحدة بالليل لكن انت لو كنت مدير فريق النصر وانت كنت اداري في الفريق لاعب انت طالبين لجنة الانضباط افادة يعني عندك خمسين خمسين رح يجيق قرار اكيد ما رح يكون لعبك رح يكون عندك بلان بي اكيد ولا عندك مشكلة في ادارة الفريق اكيد ما في شك ما في شك ما في شك انه والبديل انا من جهة نظري البديل كان افضل تاليسكا كان افضل اداء يعني انت شايف انت شايف لما تريستيانو غاب تحرر النصر مثلا هجوميا كان افضل هجوميا لكن لو كانت البداية التشكيل وجود اي من يحيى موجود وسامي النجعي كان خارج التشكيلة انا متأكد انه ما ظهر النصر في الشرط الاول بهذا المستوى نذكركم بس بقائمة اليوم اليوم طبعا في هاتريك لي